بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فعهدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا عملوا الصالحات لنكوينهم من الجنة غرفا غرفا تجريب تحتها الأنهار خالدين فيها نعاج العابلين الذين صدروا على ربهم يتوكلون وكعين من دابة لا تحمل رزقها الله ورزقها وإياكم وهو السميع العليم قال إن سألتهم من خلق السماوات والأرض سفر الشمس والقبر ليقول إن الله فعنا يوفكون الله يمسط الرزق لي شاء عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولين سألتهم من أزل من السماوات فأحيا بالأرض من بعد موتها ليقول إن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعبا إن الدار الآخرة تلهي الحيوان لو كانوا معالمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامنين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو تقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغوا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولى الباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وابلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا غيب فيه إن الله لا يخلف الميعات إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ومئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقى تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لولي الأبصار زين للناس حب الشعوات من النساء والبنين والقلاطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب ترجمة نانسي قنق